السلام عليكم ومرحبا بكم كما تعلمون قبل يومين أو ثلاث أيام كانت هناك مقابلة صحفية على قناة CNN الأمريكية وهي أول خروج للمرشح الديمقراطية كامالا هاريس رفقة نائبها تيم أووتس هذه أول مرة سوف يتحدث كامالا هاريس للصحافة الأمريكية متمثلة في قناة CNN الموالية لعزب الديمقراطي أولا هناك العدد من الأمور التي تم تسجيلها بخصوص هذه المقابلة والتي سوف أسلط الضوء فقط على ثلاثة نقاط فيها أولا المقابلة دامت 18 دقيقة كانت مقابلة سريعة هذا أول شيء ثاني شيء أنه ربما كامالا هاريس تحدثت سبع دقائق فقط في هذه المقابلة ثالثا أن الأجوبة التي أجابت بها كامالا هاريس لم تكن مقنعة للناخب الأمريكي ولم تعطي للناخب الأمريكي أي أمل للتصويت عليها لكي تصبح أول رئيس المتحدة الأمريكية أو أنها هي الرئيس الأفضل لأمريكا عوض الرئيس الأمريكي الأسبق دولند أيضا سوف أتحدث كما قلت على ثلاثة نقاط لا أضعكم في الصورة وتفهموا يعني سياسة وفكر هذه السيدة من بين الأسئلة التي ترحد عليها كامالا هاريس وهو ماذا سوف تفعلينه في أول يوم من دخولك إلى البيت الأبيض سوف تكون مقرأة بها أحوالي كثيرا مهيني أعطي لك أفضل 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 حوالي وإنما تكون مقرأة وإنما أن أفضل 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 طريقة جديدة من الأمريكين هم تحويلون بإمكانية وإمكانية وإمكانية أعتقد أن أسرعاً في الأنوات الماضية لقد وجدت في المقبل الأمريكي شخصاً من أجنداً ويقوم بإمكانية ويقوم بإمكانية ومعاقاتنا 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 ما أخذتم من خلال هذا الفيديو كانت أجوبة كاميرا هارز أنها تريد مثلا دعم الطبقة الوسطى تخفيض الأسعار الاستثمار في المشاريع الصغرى الاستثمار في العائلات بالنسبة لها الاستثمار في العائلات هو توسيع برنامج الاعتمال الضريبي الذي يقال أنه سوف يقوم بإنقاذ العديد من أطفال وياك المتعدة الأمريكية من الفقر تريد الاستثمار في قطاع السكن بحيث تريد منح 25 ألف دولار كدفعة أولى للناس الذين ترغبوا في شراء منزل تريد تمرين قوانين لحماية الرفع من الأسعار يعني إرغام الشركات الكبرى على عدم الرفع من أسعار الإيجار وعدم الرفع من عدد من الأمور فهذه هي الأمور التي تعيد بها كاميرا هاريس القيام بها في أول يوم من دخولها إلى البيت الأبيض الأمور التي يمكن تسجيلها بشكل شخصي أقول هذا أمر رأي الشخصي أنها كاميرا هاريس لم تكن دقيقة في جوابها على هذا الأمور يعني مثلا دولانترا حينما يسأل ما هو أول شيء سوف تقوم به في أول يوم من دخولك البيت الأبيض يقول دائما إغلاق الحدود لا يقول إصلاح الهجرة يقول إغلاق الحدود يعني هذا أمر فقط نقطة في منظومة الإيجار يقول استخراج النفط يعني مطالبة شركة بالبدء في استخراج النفط ولا يقول بالإستثمار في الطاقة لأن هذا vague جواب vague بمعنى جواب مبهم يعني ماذا تقصدين بالإستثمار في العائلات ماذا تقصدين بالإستثمار في الطبقة الوسطى أو تحسن ظروف الطبقة الوسطى ما هي الأمور التي تريدنا القيام بها يعني كل أجوبات كاميرا هاريس vague مبهمة لا تعبر عن واقع هل ما يقوم به درون ترامب أو يعد به درون ترامب سوف يتطبقه في اليوم الأول يعني أمر طبيعي لا هذه هو وعود وعود كما وعد ترامب كما تعريد كاميرا هاريس هل هذه الأمور كلها سوف يتطبق في اليوم الأول من دخوله من الفيت الأبيض لا لكن الفرق هو أن درون ترامب يكون دائما دقيق في الجواب يحدد الجواب محاربة التضخم استخراج النفط إغلاق الحدد لكن ليس هناك أجوبة مثلا العائلة ستتمر في الطاقة ستتمر في الساكن وغيره من الأمور النقطة الثانية التي أريد الحديث عليها أو تهمونتهم أي إنسان يريد دخول إلى المتحدة الحمليكية ألا وهي الهجرة الهجرة هناك سؤال وجهة لكاميرا هاريس يقول لماذا انتظرت حكومة بايدن ثلاث سنوات لاتخاذ قرارات جدرية بخصوص الهجرة في المرات الحديث هناك أمور المقرارات الكثير من المقرارات لماذا تنتهي لماذا تنتهي ثلاث سنوات المقرارات المقرارات أنت تفعل السعرات من الأجهار التي أُدخلها لئمها و والمريكس جعلت اشترك بيئة مختلفة أنت تدخل في المنوظم من الأجهار ويجد أن تأخذها الجزء إن جميع الأجهار التي نعمت بها استمراراها على الهوضوع since we began that work but I will say this that Joe Biden and I and our administration worked with members of the United States Congress on an immigration issue that is very significant to the American people and to our security which is the border and through bipartisan work including some of the most conservative members of the United States Congress a bill was crafted which we supported which I support and Donald Trump got word of this bill that would have contributed to securing our border and because he believes that it would not have helped him politically he told his folks in Congress don't put it forward he killed the bill a border security bill that would have put 1500 more agents on the border and let me tell you something the border patrol endorsed the bill and I'm sure in large part because they knew they were working around the clock and 1500 more agents would help them that bill would have allowed us to increase seizures of fentanyl ask any community in America that has been devastated by fentanyl what passing that bill would have done to address their concern and a pain that they've experienced so you would push that legislation again I just want to ask about I will make sure that it comes to my desk and I would sign it just one other question how do you know that when you know that when you know that when you know through all the people of juba in the country of 2021 that's been released that was one of the big things that were designed to overcome as well that these dwa were designed to overcome Trump were foreign إنسانية لكن هناك العديد من القرارات التي سمحت بتدفوق المهاجرين غير شرعيين على وليت المتحدة الأمريكية بأعداد خيالية إلى غاية هذه السنة 2014 سوف تقوم حكومة بايلون باتخاذ بعض القرارات الجدرية كالحد من الأرقام المسموح لها بدخول المهاجرين غير شرعيين بشكل يومي وأنه إذا وصل إلى رقم محدد يتم منع المهاجرين من دخول وليت المتحدة الأمريكية فلماذا تنتظر أو انتظرت حكومة بايلون كل هذه السنوات إلى غاية شغور قليلة عن بدء أو موعد الانتخابات الأمريكية لتقوم هذه الحكومة بسن هذه السياسات بالنسبة لجواب كما لاحظتم تقول أن أعداد المهاجرين تقلصت تقلصت متى هل تقلصت في الوحدة الأشياء؟ هل تقلصت في الوحدة الأشياء؟ هل تقلصت في الوحدة الأشياء؟ أم في هذه السنوات؟ قلت كذلك أن حكومة بايلون اشتغلت مع أعضاء في الكونغرس من أجل تمرير بعض السياسات لحماية الحدود لكن كان هناك تعلمت من بعض الأعضاء أن المحافظين داخل الكونغرس الأمريكي والمعروفون بولائهم لدرون ترامب يعني حتى فشل سياسة جوبان لحماية الحدود يتم رمي الأعضاء على درون ترامب يقولون أن هناك الناس موالون لدرون ترامب هم من رفضوا الجيوسة إلى طويلة المفاوضات وحل هذه الأمور يجب أن نعلم أن حكومة جوبان كانت تطلب مال أموال لكي يتم دخلها لحل هذا العمل ومناكب الجمهوريين رفضوا رفضوا هذه الأمور يعني قالوا للجوبان وقلتها لكم في المرار وتكار في العادة من الفيديوهات بداية هذه السنة قالوا للجوبان لكي نزل سماعك لطاولة المفاوضات أول شيء اغلق الحدود هذا أول شيء وبعد ذلك يمكن الجلس معك لمناقشة المقترحات جوبان رفض إغلاق الحدود فلماذا كامالا هاريس تقول أنها أعداد المواجدين تقلصت وأنهم حكومة جوبان اشتغلت على الجمهوريين لكن الجمهوريين رفضوا في حين أنها لم تعتقد الحقيقة وهي أنه كان هناك اقتناع من الجمهوريين بجلس لطاولة المفاوضات لكن بشرط وهو الشرط الذي اشترطها الجمهوريين إغلاق الحدود وبعد ذلك الجلس لطاولة المفاوضة وأعلنت في آخر كلمتها بخصوص الهجرة أنها لن تغير لن تغير سياستها يعني سياسة بايدن الهجرة لن يتم تغيرها في حالة دخولها البيت يعني على الأبيض فهذا بالنسبة للهجرة كل هذه الأمور يمكنكم تعليق عليها إعطاء نظرتكم بخصوصي هذا العمل الآن ننتقل إلى أهم نقطة وهي دعم بايدن كل هذه الأمور موجودة أمامكم سوف تظهر يعني أمامكم فكان السؤال كالتالي كنتي دائما مقتنعة بالصحة العقلية لجو بايدن حتى بعد المناظرة يعني الفاشلة خرجتي ودعمت جو بايدن هل تتأسفين على كل هذا أمامكم أمامكم فقط أمامكم لسيammen لأنه لديه الإعجاب والتعاق 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 الذي أعتقد أن الناس الأمريكي يجب أن يتعاق بالكاميرا كما لاحظتم كان هناك سؤال موجه لكاميرا عارز بخصوص هل تتأسف على دعمها للجبن وعلى صحة العقلي للجبن وعلى كفاءة الجبن فتقول كاميرا عارز بأنها لا تتأسف وأنها عملت مع جو بايدن على مدى الأربع سنوات وأنها كانت أفضل سنوات حياتها العملية وأن جو بايدن شخص دكي ومخلص للأمريكيين هذا يبين دعم كاميرا المشروط لجو بايدن الآن أريد أن نختم بهذه الأمور وهي أن العديد من الأمريكيين منذ تقريبا سنتين جو بايدن مشاكل العقلية لا لم تضع التقاه فيه في سنة 2014 هناك العديد من الأمور التي تم تسجيلهم منذ سنوات كانت تائف في بعض الفيديوهات كان يسقط في درج الطائرة سقط في حفل تخرج في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية أعتقد في تيكساس هناك العديد من الأحداث لأنه ليس فقط في المناظرة أو قبل المناظرة أو بعد المناظرة هذه الأمور تم تسجيلها منذ دخوله إلى البيت الأبيض والأمريكيين الغالب الساحقة تعلم أن جو بايدن غير مناسب لكي يكون رئيساً وليات المتحدة الأمريكية والعديد من الأمريكيين متأكدون أن من يسير الولايات المتحدة الأمريكية ليست جو بايدن بغض النظر على أن منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومجرد دوميا وأن هناك أناس في الخلف هم الذين يتحكمون في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية لكن ظهر أنه تقريباً لأقول فقط في سنة 2014 ظهر أنه من يسير يعني سدة الحكم في أمريكا هم نخبة نخبة الحزب ديمقراطي أذكر منهم عائلة كلينتون بصفة عامة عائلة أوباما بصفة عامة جيك سولوبين يعني مستشار الأمن القومي هناك فئة هي التي تسير حكم الولايات المتحدة الأمريكية لماذا؟ لأنه ظهر في العديد من الفيديوهات أن جوبين دائماً خصوصاً في هذا الصيف دائماً على شواطئ ولاية دلوار كمان منهمكا في حملتها الانتخابية فمن يسير أمريكا؟ من أرسل نصف جنود البحر الأمريكي إلى البحر العبيل المتوسط؟ من يدعم الآن بالعتاد والجنود الحرب في أوكرانيا؟ ظهرت أخبار أنه تم إيجاد جدد لجنود الأمريكيين على الأراضي الأوكرانية في إسرائيل من يعطى الضوء الأخضر هذه الأمور؟ هل هو الجوبين؟ لا، هل هي كاميرا؟ لا، هناك نخبة تريد الاستفادة من بقاء الحروب، من بقاء التضخم لأغراض يعلمنا كامالا من بين الأشخاص الذين دعموا الإنقلاب الداخلي ضد جو بايدن يعني جو بايدن ظهر في لقاء أعلن أنه يعلم أن أوباما هو من قرأ وراء هذا الأمر يعني أوباما، كلينتون، تشاك شومن، نانسي بروسي وحتى كامالا هاريس حتى كامالا هاريس كانت، والآن تم الدفع بها لكي تكون مرش على حزب الديمقراطي وتصبح رئيسات الولايات المتحدة الأمريكية لكن بالنسبة لخلاصة هذا الريديو، وهو أن كامالا في هذا اللقاء لم تعطي أي أمان للناخب الأمريكي عن مستقبل أمريكا في حال الدخول البيت الأمريكي، كل ما أكدت عليه أنها سوف تكون نسخة لسياسة جو بلن يعني ما فشل فيه جو بلن سوف تكون كامالا بإكماله فقط لم تعطي كامالا في هذا اللقاء، الذي هو 18 دقيقة، الذي منع عديد من الناس اليوتيوبر هنا في أمريكا بالقيام بعمل بلت مباشر والتعليق على ذلك الفيديو وذلك اللقاء وطلب من الناس الآن لمشاهدة اللقاء كاملا بالدفع أموال لمشاهدة والحديث على أنه لم يكن مباشر بل كان مسجد، هناك العديد من الأمور هناك العديد من الأمور، لكن كما هذا هذا الملخص لم تعطي نظرتها المستقبلية على سياستها لأمريكا هل سوف تكون مغيرة للجو بايدن؟ هل سوف تكون أفضل من راند ترامب؟ لكن الواضح أنها سوف تكون يعني copy أو نسخة لجو بايدن شكر لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر